الآن إلى الرأي العام رغم كل الانتهاكات التي تقوم بها المرتزق اللاوطنيين في المناطق المحتلة من قبلهم أصبحت انتهاكاتهم تتخطى الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان من خطف وأسر وانتهاك للأعراض وقتل وتنكيل وقطع الأشجار وآخرها كانت انتهاك وتمثيل بجثث الشهداء في سركانية حيث جعلوا من مزار الشهداء هناك ساحات للتدريب وسووها بالأرض وعلما إن القاعدة 113 من بيان القانون الدولي اتفاق جنيف وبروتوكالاتها الإضافية والتي اعتبرت الاعتداء على الموتى والتمثيل بجثثهم جريمة اعتداء على كرامة الإنسان ويعاقب عليها النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية فنحن كمجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا نندد وبشدة هذه الممارسات المنافية للأخلاق والبعيدة عن الإنسانية وننادي المنظمات الحقوقية والقانون الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تحصل أمام ناظر العالم وتلك المنظمات ومن ضمنهم الضامنين الروسي والأمريكي حيث يتلامسون تلك الممارسات وتحصل أمام ناظرهم ودون أي تدخل أو تنديد لذا فصمتهم يعطي للمرتزق المتوحشون الشرعية بفعل تلك الأعمال الإجرامية بحق الأحياء وقبور الشهداء في سيركانية فشهداءنا هم قيم ثورتنا وقديساتها وهم منضحوا بأنفسهم لتحرير الأرض من دنس الأعداء والمحتلين ونعاهد شهداءنا بأننا سنناضل حتى الرمق الأخير لحماية مقدساتنا وأرضنا وأرضنا 28-12-2022 لجنة المرأة لعوال الشهداء في ناحية الآغة المجوى الخلود للشهداء شاهد نامرن